أهلاً وسهلاً، حياكم معنا في بودكاست فرصة معاكم صلاح خاشقجي، واستشاركم المالي البودكاست هذا إن شاء الله سيكون إثراء مالي أو اقتصادي لكم دائماً وأبداً سنعطيكم الفرصة لرؤية الأمور المالية والاقتصادية بشكل منظور مختلف من هنا جاءت فكرة حقيقة الاسم وفرصة إنه بفرصة جديدة لرؤية الأمور بشكل مختلف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا كان عندي استفسار بسيط الاستثمار بشكل عام فبس بغلت تشوف وجهة نظرك في إيش ممكن يكون أفضل استثمار لشخص عمرات 19 رسم من وجهة نظرك هل تشوف إنه هل تشوف إنه الأفضل يعني يبدأ يستثمر في نفسه وفي تعليمه وزي كده طيب أنا أسألك سؤال إيش يعني أستثمر في نفسك في تعليم بشكل عام هل الاستثمار هذا راح يؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الدخل يعني في عملية للأسف إحنا دائما نسمع عنها لتجميع الشهادات على أساس إنه تجميع الشهادات هذه راح تساعدك في شيء يعني راح تساعدك مستقبلاً ولا شيء زي كده ويقول إنه هذا هو استثمار في النفس هل في عائد ملموس أنت تعرف حيجيك من استثمارك في نفسك يعني إيش الشيء اللي تدري بسويه لا هو عائد غير ملموس بس أنا أشوف أنه أشوف أنه استثمار في أسواق المال بشكل عام الشخص عمر 19 سنة مثلاً ما عنده للمصدر الدخل واحد اللي هو المكافأة الجامعية مثلاً راح يكون المبلغ زهيد جداً يعني ما يذكر لا تساعدين أي مبلغ تقدر تستثمره لأنه الأهم من الموضوع ده الأهم من المبلغ هو البداية متى تبدأ الوقت هو العامل الأهم في بناء الثروة لابد أنك أنت تكرز جزء من دخلك لاستثمار طويل الأجل على المدى البعيد في أسواق المال وجزء آخر من دخلك اللي أنت بتسميه الاستثمار في الذات في تطوير الذات لكن لابد تختار النوعية اللي لها عائد ما ينفع أنه أنا أروح وأخذ أي شهادة وأقول أنه هذا استثمار في تطوير الذات وبناء النفس والكلام هذا كله أتعلم مهارة بنهاية الدورة اللي أنت بتأخذها تقدر تطلع منها فلوس إذا الدورة هذه اللي أنت راح تأخذها ما راح تقدر تطلع منها فلوس في نهايتها معناها هذا كلام فاضي هو بيأخذ فلوسك عشان هو يستفيد منها يعني فيما معناه أنه أنا أستفيد من دورات بحيث أني أرفع قيمة السوقية في السوق ليس بالضرورة أنه هي تكون ترفع قيمتك السوقية أنت تتعلم مهارة معينة تقدر تطلع منها فلوس مباشرة يعني أنت لو تعلمت تبرمج مواقع تقدر تعرض خدماتك على الناس وتقول لهم أنا أعمل لكم مواقع أنت لو تعلمت كيف تبني نماذج مالية تقدر أنت تروح وتعرض خدماتك على الناس وتقول لهم مقابل مال لكن لما تأخذ دورة مهارات التواصل إيش هتسبب مهارات التواصل فلابد تركز على المهارات اللي لها عائد مادي مباشر بنهاية الدورة إنه لما توصل لمستوى دخل معين بعد كده يعني كل مستوى له المهارات والدورات اللي تحتاجها في المستوى اللي أنت تكون في مرحلة متقدمة يعني في مرحلة متقدمة في الكرير حقك اللي تكون في منصب مدير يعني ما أنت في بداية الكرير أخذ ترقيتين تقريبا صار عندك اثنين أو ثلاثة أنت بتديرهم هنا تبدأ تتكلم على مهارات التواصل عشان هذا الشيء اللي راح يأخذ يأخذك للمستوى الأعلى من كده فأول حاجة لا بد أنك تتركز عليها هي مهارات ممكن تعطيك دخل مباشرة بعد كده المهارات اللي أنت تحتاجها بعد ما تكتشف إيش هو المسار الوظيفي اللي أنت تبغى تمشي فيه المهارات اللي هي راح تساعدك تحصل على الوظيفة فعلى سبيل المثال لو أنت تبغى تتكلم أنك أنت تبغى تدخل مجال المالية أنت تحب الانفستمت بانكينج أو الاستثمار بشكل عام أفضل شهادة في الموضوع هذا هي شهادة الفي أنت ما راح تكرس بس لها فلوس شهادة غالية ما هي رخيصة ترى أنت راح تكرس لها وقت مرة طويل هذا الوقت بدل ما أنت تكرس للشهادة كان ممكن أنت تشتغل به على في الاقتصاد التشاركي اللي هو زي أوبر وكريم وجاهز ورشهادة كلها وتطلع منه دخل مباشرة لكن أنت هنا أجلت العائد شوية فأول شيء نبدأ به المهارات اللي تطلع دخل مباشرة بعد ما تحدد أنت إيش المسار الوظيفي اللي أنت يعني هذا على مرحلة قربة التخرج حددت المسار وممكن حتى تستمر اللي ما بعد التخرج اللي هو حددت المسار الوظيفي اللي راح تمشي فيه تبدأ تأخذ الشهادات المهنية هي بتزيد المعرفة حقتك في المجال نفسه بعدين نبدأ في الأشياء اللي نسميها soft skills اللي هي مهارات ما راح يحضرني اسمها يعني متعارف عليه بالعربي بس اللي هي زي مهارات التواصل الذكاء الاجتماعي الذكاء العاطفي ولا الشيء هذه كلها أي وهكذا فتشوف أنه الأفضل أنه الشخص يمشي في تطوير الذات وفي الاستثمار في الأسواق المال في نفس الوقت لا بد يكون في نفس الوقت لأنه مجرد أنك تدخل إلى أسواق المال هذا راح يربي عندك عادة عادة أنك أنت بتستقطع جزء من دخلك باستمرار وهذه العادة من أهم العادات اللي أنت تحتاج تكون عندك حتى تقدر تحصل على ثروة حتى تقدر تكون ثروة بدون العادة هذا مستحيل تكونها يعني في ناس كثير بيجيهم دخل دخل عالي متقطع وبيروح كله لأنه ما عنده عادة الانتظام أنه ينتظم في موضوع الاستثمار بشكل دوري على البدى الطويل فلا تستقل المبلغ الفكرة من بدايتك في هذا الوقت هي تربية العادة والتراكم اللي حيصير للمبالغ هذه على المدد الطويل جدا هلو تمام وفيه سؤال ثاني برضو جاني وأنت تتجاوب على السؤال الأول اللي هي شهادة اللي هي ايش السي اف اي هذا بالنسبة للمجال المالي الاستثماري هي حلو بس كشخص مهتم في المجال المالي بس تخصصه مو في الاقتصاد أو إدارة الأعمال كيف تشوف أنه أفضل طريقة يتعلم بها شوف أنا دائما وأبدا أقول اليوتيوب صار أكبر مدرسة في العالم ايش ما انت دورت يعني أستخدم اليوتيوب كأنه جوجل أبحث عن الشي اللي انت بتدور عليه راح تلاقي كورس راح تلاقي أحد بيتكلم عنه بشكل بسيط بيل أكمن عامل مقطع مرة مرة حلوة إذا بحثت عنه راح تلاقيه بيل أكمن هو واحد من أشهر بيل أكمن واحد من أشهر مدراء صلاديقة التحوط في العالم عامل مقطع بيشرح بيه المالية باختصار تقريبا في 12 أو 20 دقيقة بيشرحها من الألف لليا بشكل مبسط وجميل جدا من أروع ما يكون وفيه غيره وغيره كتير فأستخدم هذه التعليم الذاتي إن كنت تتعلم كيف تتعلم بنفسك هذه مهارة من أهم المهارات التي تحتاج تكتسبها بحياتك فإذن الله إن شاء الله شكرا أخويا الله أعطيك الأخويا الله عافية أهلا وسهلا شمس معنا سهلا وسهلا يا مرحبا خياك الله كيف حالك الحمد لله بخير كيف حالك المهند الصلاح صلاح مهندس صلاح الله يسلمك شكرا والله على الله يسلمك شكرا والله على على الفرصة الله يخليك لأنه الله يسلمك هل في يعني هل أقدر أسهل في الموضوع ولا في دقائق محججة لا لا خدي راح خدي راح سؤالي شوي يعني غريب بس يعني أي نيدت يعني أحتاج أحتاج أي توجيه أو نصيح وشكرا طيب أتخذ مقدما الله يسلمك أول حاجة أنا جديد يعني في عالم المال والاستثمار ويعني اللي خلاني أتخذ يعني قرار الاستثمار أنه كانت عندي عادة سيئة اللي هي السوء الانفاق يعني اللي هو إيش؟ يعني خسرت كثير كثير حرفية سوء الانفاق آه سوء الانفاق يعني حسن تصرف أيوة أيوة ما عندي حسن تصرف وخسرت كثير كثير يعني يعني أطحت وبعدها تخذ قرار أني أنا أستثمر في يعني في إحدى المشاريع وطريت أن أنا أخذها يعني تمويل وكمان يعني في فلت وسبحان الله بعد وفاة والدي رحمة الله عليه رحمة الله آه تأخر موضوع الورف لأنه كنت يعني يعني متطم أنا أنه فيه تكة لكن الأستثف الشديد حسيت أنه لا يعني أن أنا داخل معليش بين قوسين في جدار أنه أنا لازم أشتغل فحاليا جايسة أشتغل في شركة تقريبا مدة تحت عشر ساعة حتى أني أنا أجمع وحسنت من عادة الإنفاق عندي والسؤال الغريب عشان ما أطول عليك الموضوع كيف ممكن أنا أقدر أستثمر أو إيش التوجيه والنصيح أني أنا أقدر أستثمر في ضل أزمة المالية اللي أنا فيها طيب هو إيقاف الخدمات شوفي إحنا طبعا الموضوع هذا الجديد عليه حرفيا إيش آخر شيء قلت الموضوع الجديد عليه اللي هو إيقاف خدمات يعني هذا الأسبوع جاني إيقاف خدمات بسبب تعثري يعني في أحد البنوك أيوة يعني جلست أفكر يعني لا شوفي عملية إيقاف الخدمات هذه هي تعطلك عن أي قرار أنت ممكن تقدر تسويه يعني إيقاف الخدمات يعني ما أقدر أستثمر في ما رح تقدر تفتح حساب في أي مكان ما رح تقدر تتعامل مع أي جهة مالية في أي مكان ما رح تقدر تتصرف في أي حاجة يعني لازم أول شيء أعالج هذه المشكلة أيوة أيوة يعني ما عندك حل إلا أنك أنت تعالجي هذه المشكلة أيوة أسرع ما يمكن وفي حلول في حلول لها أيوة أيوة هي حلول مكلفة أيوة أنك أنت تقدر تحصل على قروض معينة أيوة من جهات معينة اللي هي بس عشان اللي هي تسميها إعادة جدولة أيوة أيوة يعني هدف إعادة الجدولة حيرفع عليك تكلفة القرض اللي أنت أخذته لكن هتعيد الجدولة بهدف يعني يعني أنا كنت موظفة سابقاً يعني كنت أستاذة جامعية سابقاً حصل ظرف واضطرت أني أنا أستقيل من الجامعة طبعاً بعد ما استقلت تقريباً كان عندي يعني مدخرات وجلست أنا أسدد 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 فحسيت أنه لا أنا لازم أشتغل يعني لازم أشوف نوضي يعني ما ينفعني أنا أنتظر آآ يعني أنتظر الورث باب رحمة الله عليه لا لازم أشوف أشتغل لأنه أسدد الموضوع يعني آآ إيبا سدع كله إلى الآن لازم أشتغل لازم أحل الموضوع هذا إيقاف الخدمات ما هيجي إلا إذا إنت استلبت من أحد وما سددته آآ إيه؟ كيف؟ إيش هو؟ آآ عندي إيوة تعثر أربع أشهر إيوة أنا جلست أربع أشهر هذا القرض شخصي مع مين؟ استثمرت في فريكة آآ يعني فشلتها طيب القرض نفسه أخذتي من مين؟ البنك البنك ما عندي قرض مع أحد يعني الحمد لله بس أوله إيوة البنك أحد البنوك أخذتي قرض من بنك بضمان الراتب بنت راتحي أيوة وبعدين استقلتي؟ آآ على على راتبي القديم يعني راتب الجامعة كان يعني كان راتبي يساعدني راتب الجامعة كان يعني مريحني شوي يعني ما حسب بس لما أنا استقلت واشتغلت في وظيفة جديدة شركة آآ راتبي عاصل ما يجي حتى مبلغ القصط طيب المرتب الشهري أول حاجة أول حاجة هل أنت تكلمت مع البنك لما أنت أنخفض دخلك؟ تكلمتهم أنه أنا بأسوي عليهم إيوة آآ نعم إيوة خاطط معهم أنه قيت عندهم يعني تكلمت معهم أنه أنا أحتاج أنه تعملوا لي يعني يعادة جدولة حتى بس أنه يعني أشوف لي يعني أشوف لي حل إيوة فلازم آآ راتبي قال قليل هو فعلاً راتب قليل يعني صراحاً ما يغطي مبلغ القصط أوكي فأنا الآن جازت أشتغل يعني كلمت أنا صاحب العمل أن يعطيني أوفر تايم وبناء عليه أنه يعني آخذ اللي هو المشهد الراتب الجديد وسوي إعادة الجدول بس أنه برضو نفس الشيء الراتب الجديد نفس الشيء يعني نفس مبلغ نفس القصد الشهري شوفي الفكرة ما هي في موضوع زيادة الدخل قد لا ليه في موضوع إعادة الجدول نفسها يعني بغض النظر إيش ما كان الراتب حقك إعادة الجدول حق لك هذه مشكلة إنه موضوع الثمانين عشان شركة مهما كان إعادة الجدول حق لك إعادة الجدول حق لك فمعناها إذا البنك رفض إعادة الجدول تشتكيه في البنك المركزي يعني أيوة لابد أنك أنت تقدمي شكوى في البنك المركزي آه أوكي 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 أيوة 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 بعد كده نبدأ نعالج الأمور الأخرى اللي هي إنه لابد أن نرفع الدخل تأخذ زيادة تأخذ الساعات الإضافية وهكذا لكن لابد نبدأ بعملية إعادة الجدول حتى ما نصير في إيقاف خدمات إذا البنك ما تجاوب معاك في موضوع إعادة الجدول مباشرة تتوجه إلى البنك المركزي أيوة 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 ويعالج الموضوع أيوة أوكي 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 شكرا شكرا أيوة أيوة بعدها أبدأ أستثمر في تمراء إن شاء الله أوكي ما تعالج الموضوع بالكامل شكرا 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 الله يعطيكم العاطية شكرا الله يتمنى أنا إن شاء الله شكرا وضحت الصورة الله يعطيكم العاطية شكرا تمام الله يطيك العاطية سلام عليكم هذه واحدة من المشاكل الأساسية اللي أنا دائما أحدد منها اللي هي فكرة الإضطراض لأجل الاستثمار لمن الواحد يبغى يعمل الشيء هذا لابد يكون مدروس بشكل واقعي ومنطقي ويكون في خطوط للعودة خط رجعة للموضوع ده يعني ما يقدر يستثمر في أصول من الصعب عليه تسييلها لازم يكون في مجال لأنه في حال توقف الدخل انقطاعه لأي سبب كان ممكن أنا أستخدم الأصل هذا لسداد القرض لكن قبل ده كله أصلا المفروض أنه الواحد يكون في عنده صندوق طوارئ صندوق الطوارئ هذا اللي أنا أستخدمه لتمويل حالة انقطاع الدخل ما المفروض حالة انقطاع الدخل هذه التطول طالما أنت شخص قادر على العمل ولم تصل إلى الحرية المالية ما ينفع أنك أنت تعيش على مدخراتك أنت تكون هذه فترة انتقالية شهر اثنين ثلاثة أربعة بالكثير كلها هذه الفترة انت تبحث فيها عن مصدر دخل جديد يعني أختنا شمس قبل شوية كان في عندها اتكال على شي محتمل أنه هو ممكن يصير وبالتالي ما عد ستحتاج أنه شي محتمل ممكن يحقق لها الحرية المالية طالما هو محتمل ما ينفع أنه أنا أبني أي قرار على هذا الاحتمال لأنه حتى إحصائيا إحنا لو حسبناها أنا عندي مليون ريال عشرة في المية أنه هي ممكن تجيني فمعناها أنه قيمتها مئة الف ريالة اليوم عندي فلما أجي أبني قرار عليها أبني قراري على مئة الف ريال مو على مليون ريال طعب ناخد اتصال ثاني ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام أهلا وسهلا يا سيدي حيك الله أنا فقط لك منشور بقصوص استيشارات المالية وأنا يعني تقريبا عندي قربة مئة وعشرين وأبغى استثمرها لكن ما أنا يعارف يعني في أنا استثمرها ما عندي خبرة يعني لا فلسف ولا عندي اطلاع يعني قوية في ماكن الاستثمارات طيب أبسط طريق لك في موضوع الاستثمار إذا أنت ما عندك أي خبرة أو معرفة في الموضوع ده هي منصات المستشار الآلي تقدر أنت تبحث عن هذه المنصات كلها تقارن بينها وتشوف مين أفضلها هذه المنصات الميزة الأساسية فيها أنه هي تقيس مستوى المخاطر المناسب لك وبعدين بتعمل لك محفظة متنوعة هذا السر الأساسي في المحافظ حقة المنصات دي أنه هي بتخفض المخاطر بالتنوية فتزبط لك مستوى المخاطر على المستوى اللي ناسبك أنت ما يحتاج تسوي فيها أي حاجة لأنه هم اللي بيستثمروا بالنيابة عنك بينوّعوا لك المحفظة حقتك في شركات كبيرة حول العالم بشكل مناسب بشكل بسيط وسهلت الاستخدام الله يتذكرها في السلام الله يخليك حب أختم معكم اليوم بخاطر بس في موضوع الحرية المنصة ليش أنا في ساعي دائم لنشر تقافة الحرية المنصة؟ الفكرة الأساسية أنه هي من السهلة يعني الجميع عندك قدرة على الوصول إلى الحرية ليس بالضرورة أن يكون في نفس السرعة وليس بالضرورة أن يكون في نفس الوقت وليس بالضرورة أن يكون على نفس المستوى المعيشي كل واحد ينصلها بطريقة لكن ليش المفروض الواحد يستهدف أن ينصلها؟ لأن الحرية المالية معناها أنك أنت تملك كل وقتك إن شاء الله نلقاكم في حلقة آخر في حلقة قادمة من منكاست فرصة ونزيد أراكم معرفي في مجال الوعية المالية شكرا جزيلا